السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم النهاردة عملتلك وصفة من الألف للياء في البيت بدل ما نشتريها سهل وصفة وسريعة بإذن الله وان شاء الله تنول إعجابكم النهاردة طبق اليوم هيبقى عبارة عن الأطايف المصرية للشهر الكريم مفيش أي بيت بيخلى منها أول يوم رمضان طريقة الأطايف سهلة جدا بمكونات من البيت خميرة فورية ومعلقة بيكين بودر معلقة كبيرة بيكين بودر معلقة صغيرة خميرة كباتين دقيق نص كبات نشا صغيرة أو كبات نشا صغيرة زرة ملح وزرة سكر وكيس لبن بودرة دي المكونات وكبات مية كبيرة مية دافية أنا بحاول أن أنا منساش أي حاجة من المكونات وهكتب لكم المكونات في صندوق الوصفة علشان تبقى الطريقة بإذن الله سهلة بالنسبة بعد كده أحطها في الخلاط وهضرب كويس جدا جدا لغاية ما الخليط بتاعي يتجانس وهسيبه ربع ساعة لغاية مرتاح بعد ما سبت ربع ساعة معي منديل كده محطوص في زيت مسحت مسحة كده للطوصة وهبدأ أصب على طول الأطيف بتاعتي أول ما تبدأ أن هي تتخرم كده والأبيض ده كله يتشال منها تبقى كده الأطيف بتاعتي استوت وبقت زي الفل هشيلها على طول وهحطها في طبق وغطيها في فوطة علشان تبقى سهلة في أن أنا بتنيها أو أشكلها وحشيها يعني وزينها أيا كان الحشب وأيا كان تزيين بتاعي دايما يا جماعة دي غلطة مني أن أنا حطيت عند حيفة الطوصة بس عادي بتتحيشي بس هيبقى المنظر مش حل لازم تحطوا توسط نوئتكم في الوسط طريقة الأطيف دي زي بتاعت برة ونفس التراوة ونفس الشكل والحجم وكل حاجة ونفس الطعم برضو أحلى وأنضف كمان أنت عاملها في بيتك فهتبقى أفضل أنا مسرع على الفيديو عشان الفيديو كان كبير خالص فأنا صرعته علشان تقدروا أن أنت تتفرجوا عليه يعني يبقى سهل قدر الأطيف بتاعتي بعد ما خلصت الكمية من كباتين دقيق عملت كل الكمية دي ممكن كمان الأطيف تتفرج يا جماعة لو أنت عملت كمية كبيرة ومصلا الشربات ما كفاش ممكن أن أنت تتفرزيها قبل ما نسى شربات الأطيف عبارة عن 2 كباتين كبار كباتين كبار سكر وكباية ماي ونص لمونة تحطيهم على بعض وتسيبهم يغلوا وبعد كده يبقى الشربات بتاعك قريب من العصر الأبيض يعني يبقى القاوم بتاعه الميك شوية وتقيل علشان أي حلويات زيتية لازم الشربات بتاعتها تبقى آآ تقيلة أنا كان عندي هنا حابة كريم شانتي كانوا بقيين منتظين تورتة عندي آآ فبعد المرميهم يعني وكده سبتهم في القمع بتاحهم وبعد كده حبيت إن أنا أزيم بطريقة مختلفة وزي أنت أعملت الأرطاص ده بتاع آآ طايف وبعد كده حشيت بالكريم شانتي وكان عندي برضو حب الشوكولاتة عملت كم واحدة كده عشان فيه في البيت حد بيحط كزا حد بيحب الشوكولاتة وكزا حد بيحب الكريم شانتي وكام واحدة برضو عملتها الحشو يا جماعة حسب رغبتك ممكن تحشي فل سوداني ممكن تحشي آآ كاجو فوز لوز أي حاجة عندك احشي بها عادي زبيب آآ فل سوداني ممكن تخليها فاضية كده آآ أنا على نفسي ما بحبش أي نوع من المكسرات بحبها فاضية أو بحبها بالكريم شانتي طريقتها صهلة جدا وبسيطة وبإذن الله تنول إعجابكم فضلا وليس أمرا لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وشكرا جدا للمشاهدة وكل سنة وانتوا طيبين ويا رب بعود الأيام أشوفكوا في فيديو جديد مع مصدرين